ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بما يخص الزلزال الأخير الذي صار في شمال غربي سوريا كذلك الأمر هو توضيح لهذا التقصير المتعمد أو يكاد أن يكون متعمد تجاه الشعب السوري المكلوم أمام هذا الوقع الإنساني الصعب طالبت المنظمات المدنية والإغاثية والإنسانية السورية بفتح المعابر الإنسانية جميعها مع تركيا والعراق أمام دخول المساعدات وعدم حصرها بالنظام السوري المسؤول الأول عن المأساة السورية ونناشط بفتح جميع المعابر مع الدولة التركية وأيضا معبر العربية بإدخال المساعدات إلى شمال غرب سوريا ونحن لن نقبل دخول المساعدات إلا من هذه المعابر فقط رفض تؤكده عشرات المقاطع المصورة والتقارير التي تبين سرقة الأسد وقواته والميليشيات الإيرانية للمساعدات وابتزازه للمنظمات الإنسانية وها هو اليوم يجد الفرصة السانحة لاستخدام زلزال مميت لإعادة تأهيل نفسه مع المجتمع الدولي بالتقاط الصور والضحك مع زوجته في منطقة منكوبة ولا يتوانى بعدها عن مواساة المدن المتضررة من الزلزال والواقعة فقط تحت سيطرته وتناسيه عمدا مصاب ملايين السوريين في الشمال المنكوب موسيقى موسيقى موسيقى